اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ايه والكلام الناس اللي بقولوا هل هو صح ولا غلط فينا يا جماعة الارانب مقبلة ازاي على المية يا شباب شايفين هنا نفسها جماعة كان بشرب فينا يا جماعة المية لما انا عطشت الارنب شوية علشان اشوف هل الارنب فعلا زي ما الناس بقولوا ما بيحتاجش مية او ما يعني في الشتة بالذات ما بيشربش مية رغم دي ارنب بيارضع لابن حطوا تحت لها جماعة مليون خط شايفين يا جماعة الارانب مهبولة على المية بطريقة غير متوقعة رغم دي ارنب بيرضع وبياكل مع امه وبيشرب يا جماعة وبيشرب لابن من امه يعني دي ارنب بيرضع لابن وحليب من امه قولوا انه يبقى عامل كده على المية يا شباب يبقى كده الناس كلامها غلط الناس كلامها غلط ما تسمعش لاي حد يقولك انا عندي الارنب ما بتشربش مية خالص ومش مهم المية للارانب وحطوهم على بس اكبر غلط واكبر خطأ ان انت ما تسقيش الارانب مية الارنب يا جماعة المية مفيدة للارانب ده كلام ربنا سبحانه وتعالى اللي بقول وخلقنا من الماء كل شيء حي تمام يا شباب يعني معنى اصح ان الشيء الحي لازم عن المية الزارع عشان يطلع وعشان ينبت لازم عن المية الانسان علشان ما يجلوش جفاف ويقدر يتعاش في الحياة لازم يشرب مية الحيوان لازم يشرب مية تمام العصفور العصفور اللي بتير في السماء يا شباب اللي بطير في الجو وبطير في السماء لازم يشرب مية العربيات بيبرضها المية عشان تعيش وما تسخانش عمراء اللي افتراضي يعيش معاك لازم ان هي تتبرض بالمية فالمية يا جماعة عليه عامل اساسي جدا جدا هبيت بص وادصل لكم يا جماعة والتجربة بناء علي كلام الناس ليه في التلفونات واحد يقول لي يا ابو نرمين أنا عندي ما بسقيش الارانب ميان هاي واللعارب عندي م بتشربش مية عقول ليه يا حبيب يقول لي اصل الناس قالتلي ما تحطش مية الارانب في الشت ما تحطش مية للارانب في الشت او اللorte بتشرب مية في الشت والمية غلط على الارانب في الشت ما فيش حاجة اسمها غلط ارنب فيشه يا جماعة ما فيش حاجة اسمها الكلام ده ما فيش حاجة اسمها مية غلط ارنب فيشه ده المية مفيدة جدا لكل الارانب وفي كل الاعمار ما فيش حاجة اسمها ده يشرب وده ما يشربش لا يا جماعة لاك العلف وانت حبس الارنب الارنب ده ميته وما سقولش فيها يا جماعة الارنب غير مية ازاي امه بتشرب ووقف على المية مش عايز يبعد ما جايز ايه بعد انا حبيت اعمل بس تجربة علشان اثبت للناس ان انتو خطأ اثبت للناس ان انتو اللي انتو بتقولوه ده خطأ ما هو الصح خالص 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 والتجربة خير دليل علشان اما اكون بتكلم اتكلم باقناع والناس اللي تسمعني تبقى عارفة ان انا بتكلم صح وباقناع مش مجرد كلام فيديوهات وشو على النيتو اليوتيوب ده اكبر دليل ان المية مهمة جدا جدا للارنب مهمة جدا للارنب ارنب يا جماعة لو ما يشربش مية يجيله جفاف لو ما يشربش مية يحصل له التحقر في المية ده بتاعته بالنسبة للاكل يحصل له الاكمة وطبعا مش هيصرف ولا يخرج ولا يعمل عملية هضم للاكل اللي هو بيأكل طبعا حبيت ان خلال حالة النهاردة لو وصل لكم النقطة ديت واريكم جمال الشغل عندنا شونا يا جماعة من شاء الله حتى الارنب الصغير بيناحي متشأل بتاعت امه عشان يرضع يا جماعة من شاء الله شاكرا يا شباب فين حنان الام شايفين التاني طالع اهو خش يلا خش يلا تخط دورك يلا يعني دول الحسن مينة كل الصالة على الناب الصالة على الناب شونا يا جماعة دي النقطة اللي حبيتها وصلوك يا شباب عشان خاطر الناس ما تفتش كتير ويقول لك محدش يضحك عليك ويفتوا في الارانب وقول لك الارنب ما يشربش مية الارنب مش شربش مية مش حكا اسمها الارنب مش شربش مية ده ده اللي خلص يا الارنب عطشة بس يا جماعة انا عطشتهم شوية ازاي قفلت عليهم المحبس ده شوية المحبس ده كمان قفلتوا عليهم شوية وانت اشوف اشوف الناس دي تكلامها صحة ولا غلط اشوف الناس دي تكلامها صحة ولا غلط هل الارنب هيقبل على المية واحتاج ده المية تمام ولا ما يحتاجش ده المية فحبيت اني اعمل الحركة ديت تم هدوه همت يا شباب وكانت دي حلوة ما شاء الله هنمين همت زي الفول مزاجهم حلوة همت تمام يا شاب الدين يا حلوة هنا همت يا شباب ماشي هود تمام ان شاء الله تريدهم تلاتين بيذن الله شباب هود فحبيت اعمل الموضوع ده هود على البطارية ده يا جماعة قفلت المحبس تمام ما قلتش نحضر خالص لانا ما قفلتش نحضر خالص لانا قفلت المحبس على بطارية واحدة اللي قلتوكو على ديت علشان اشوف تجربة عملية تجربة يا جماعة عملية انا قفلت المحبس بزبط تلات ساعات او اربع ساعات ما كملتو يعني ما كملتوش اربع ساعات تلات ساعة ونص ده يا جماعة نتيجة ان قفلت المياه عن الاقرارة بتلات ساعات ونص مش اكتر قفلت المياه عن الاقرارة بتلات ساعة ونص مش اكتر يا جماعة فحبيت ان حلقة النهار ده دي اوصل بس مع رسالة للناس اللي بتفتي وتقول لك المية مش مهمة للأرانب والأرنب ما مشربش مية يا جماعة حط للأرنب مية حط للأرنب مية ما تسبش الأرنب من غير مية يا شباب سواء كان بيأكل أغضر أو بيأكل ناشف تمام يابس يعني علف أو برسل أو حاجات خضرة حط للأرنب مية المية مهمة للأرنب المية مهمة للأرنب يا شباب فحبيت من خلال حلقة النهاردة اني اوصل لكم المعلومة دي علشان خواطر تبقى انتم في الصورة وشايفين كل حاجة قدامكم على الطبيعة ده الهبل على المية الاقبال على المية شايفين يا جماعة لنتيجة انك قفلت المية عن قريب 3 ساعات فينا يا شباب اه ما بقولش حاجة اللي لازم ان اقربها قبل ما اطلع واتكلم عن موضوع المية الارنب احتاج مية ولا احتاجش مية قول تجرب على جناة الكلام الناس وقال دولي يا ابن اي مين عندي ما بتشربش مية خالص ما بتشربش مية خالص قادر الارنب يا جماعة قدام منكم عاملة زي لما قابلت المية عنو 3 ساعات مقبل على المية لازم ان يشرب مية لازم ان يشرب مية يا جماعة شوان بصور بقتي بقالي بالزبط 8 دي ونص 8 دي ونص مجرد ما فتحت الفيديو بيعني فتحت الفيديو بعد ما حطت المية كمان بدقيقة ونص يعني كده كده بقاله عشر دقايق وقف على المية الارنب دي بقابل النبات عشر دقايق وقف على المية بيشرب عشر دقايق بيشرب مية الارانب انتو يعني متخيلين متخيلين ان الارانب توصل لكده لعشر دقايق وقفة بتشرب مية فهمين يا شباب يبقى كده المية مفيدة للارنب بالارنب جسمه محتاج المية لو الارنب مش محتاج المية او المية مش مفيدة لجسم الارنب والله ما هو رايح لها ولا شاربها ان الارنب كائن حساس وكائن نضيفه بتأثر بايشي الارنب بتأثر بايشي كائن حساس وكائن نضيفه يا جماعة بتأثر بايشي اهو ده شربه ودخل جواه يا جماعة شبابين حتى على والشوم وعلى بدانهم اهو شونا يا جماعة وهنا برضو لسه دولت ايه تسأل على النبي هم مقبولين على المية اه مبقلش حاجة من عندي ولا حاجة من فراغ اهو يا جماعة اهو قدت تلات عيون زي ما نشوف من كده والأم الكبير اللي خطبعا شربت تمام ده ديس ايه عشان في الدورة ديس ايبقى لهم من لقت عشر دقايق عشان في الدورة مش نوعه مية ارفتوا بقى النماء اللي لها فائدة ارفتوا ومعرفشو يا جماعة طبعا ديكت حلقة النهاردة للحديث من خلالة اوصلوكم المعلومة تمام واقول لكم المية لها فوقي كتير بتنشف جسم الارنب اه بتمنع الجفاف اه بتزبط جلد الارنب اللي جلد الارنب بحتاج برضو المية تمام يا شباب اه عشان ما يكرمشش اه المية بتحتاج عشان خطر تساعد فالوهضم مع الارنب حميب كتير قوي جدا المية مفيدة جدا في جسم الارنب يا شباب طبعا ديكت اه طبعا بتعمل برضو على غسول الكلا وحاجة كتير جدا يا شباب يعني انتم مش تايهين بقى ما انتم مش تايهين ما بتعمل الحاجة على حاجات كتير جدا طبعا ديكت حلقة النهاردة اشكركم لحسن المتابعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وجمع اي حد ما تتمنين هي حاجة تمان ومحتاج علب العلب بتانا ممبول يا جماعة مشاهله سياسة الحمزة ربنا يباريك له حاجز الاربع هارد ليولا تذكر وثلاثة اثنين عمد دينا نحصلوك بينا عروه منهم يا شباب ان شاء الله بنجهز واشنخدر يخدو والعلب بتانا جوة اي حد محتاج علف انا دهشت عمر الجميع في يا جماعة متوفر برضو بطلات مستعملة تمام ست عيون وتمن عيون اه وحنا تحت عمر الجميع رقم التريفون للتواصل استفسار زرو عشرة تمانية وعشرين خمسة وتلاتين تسعة مية خمسة وسبعين اشكركم لحسن المتابعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته